اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسو دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر قفي ساعة يفديك قولي وقائله ولا تخذلي من بات والدهر خاذله انا عالم بالحزن منذ طفولتي رفيقي فما اخطيه حين اقابله وان له كفا اذا ما اراحها على جبل ما قام بالكف كاهله يقلبني رأسا على عقب بها كما امسكت ساق الوليد قوابله ويحملني كالصقر يحمل صيده ويعلو به فوق السحاب يطاوله فان فر من مخلابه طاح هالكا وان ظل في مخلابه فهو اكله عزائي من الظلام ان ميت قبلهم عموم المنايا ما لها من تجامله اذا اقصد الموت القتيل فانه كذلك ما ينجو من الموت قاتله فنحن ذنوب الموت وهي كثيرة وهم حسنات الموت حين تسائله يقوم بها يوم الحساب مدافعا يرد بها ذمامه ويجادله ولكن قتلا في بلادي كريمة ستبقيه مفقود الجواب يحاوله ترى الطفل من تحت الجدار مناديا ابي لا تخف والموت يهطل وابله ووالده رعبا يشير بكفه وتعجز عن رد الرصاص انامله على نشرة الاخبار في كل ليلة نرى موتنا تعلو وتهوي معاوله لنا ينسج الاكفان في كل ليلة لخمسين عاما ما تكل ما غازله ارى الموت لا يرضى سوانا فريسة كأن لعمري اهله وقبائله وقتلى على شط العراق كأنهم نقوش بصاط دقق الرسم غازله يصلى عليه ثم يوطأ بعدها ويحرف عنه عينه متناوله اذا ما اضعنا شامها وعراقها فتلك من البيت الحرام مداخله ارى الدهر لا يرضى بنا حلفاءه ولسنا مطيقيه عدوا نصاوله فهل ثم من جيل سيقبل او مضى يبادلنا اعمارنا ونبادله اشتركوا في القناة